اشتركوا في القناة عدد عقدي طلاب يقول إلى الشكل زد يساوي اكس زائد آي واي اكس هو قسمه الحقيقي واي قسمه التخيل أي عدد عقدي يجب أن يكتب بهذا الشكل وتعلمنا على العمليات الجبرية على الأعداد العقدية ثم قمنا بحل المعادلة من الدرجة الثانية التي مميزها سالب ووظفنا حل المعادلة من الدرجة الثانية في تحليل كثيرات الحدود ومن ثم بحثنا في إيجاد الجذرين التربيعيين لعدد عقدي في هذا الدرس طلابنا سوف نقوم بحل أمثلي وتمارين بما يتعلق به تحليل كثيرات الحدود وإيجاد الجذرين التربيعيين لعدد عقدي لذلك عنوان درسي اليوم هو الأعداد المركبي ثلاثي أي الدرس الثالث من بحث الأعداد المركبي أو الأعداد العقدية أهداف الدرس طلاب علينا أن نحقق الأهداف التالية من هذا اللقاء الهدف الأول هو أن يحل الطالب التدريب الموجود في الصفحة 80 هدفنا الأول أن يحل الطالب التدريب الموجود في الصفحة 80 علينا أن نحقق هذين الهدفين الكلمات المفتاحية والمصطلحات اللي إحنا رح نتداول فيها اليوم مميز سالب جذرين مترافقين جذرين متعاكسين متطابقة تكعيبية ولنقوم الآن أنا وياكم بتحقيق هدفنا الأول لهذا الدرس وهو أن يحل الطالب التدريب الموجود في الصفحة 80 التدريب الموجود في الصفحة 80 يتعلق بتحليل كثيرات الحدود في سي لدينا التدريب صفحة 80 يقول حل في سي كل من كثيرات الحدود الآتية إلى جداء عوامل خطية من الدرجة الأولى يعني مضاريب فيها زد مرفوع الأس واحد لدي كثيرة الحدود زد مربع زاد 2 زد زاد 4 نريد تحليل كثيرة الحدود قلنا لتحليل كثيرة الحدود أول ما نقوم به هو أن نحل المعادلة يعني منساوي كثيرة الحدود بالصفر إذن نحل المعادلة زد مربع زاد 2 زد زاد 4 يساوي الصفر رح نحلها باستخدام المميز دلتا نحسب دلتا دلتا يساوي بي مربع ناقص 4 اي سي تذكر قانون الدلتا بي مربع ناقص 4 اي سي في هذه المعادلة لديها الاي واحد البي اثنين السي اربع نعوض اثنين للتربية اربع ناقص اربع باي بسي اربع بواحد باربع اربع ناقص 16 والتي تساوي ناقص اطناش اصغر من الصفر الناقص دلتا هي اطناش جذر الناقص دلتا هو جذر اطناش ويكون للمعادلة حلين عقديين مترافقين اذا جذر الناقص دلتا هو جذر اطناش تحت الجذر اربع ضرب ثلاتي والتي تساوي اثنين جذر ثلاتي ويكون للمعادلة حلين عقديين مترافقين الزد واحد هو ناقص بي زائد اي جذر الناقص دلتا على اثنين ا من عوض الناقص بي هو ناقص اثنين جذر الناقص دلتا طلعت مع اثنين جذر ثلاتي بضربها بI على 2A على 2 من أول هذا العدد إلى الشكل الجبري بأن نوزع البسط على المقام ناقص 2 على 2 ناقص 1 زاد 2 جذر 3I على 2 هي جذر 3I إذن الحل الأول ناقص 1 زاد جذر 3I الحل الثاني هو مرافق الحل الأول زاد 2 هو زاد 1 مرافق والذي يساوي ناقص 1 ناقص جذر 3I الآن أعوض بالشكل زاد مربع زاد 2 زاد زاد 4 يساوي A بزد ناقص زاد 1 بزد ناقص زاد 2 الآن أمثال التربيع يعني 1 بزد ناقص الزاد 1 بكتبه بينقوسين ناقص 1 زاد جذر 3I بسكر القوس وبسكر القوس وبفتح قوس جديد زد ناقص بعوض الزد 2 ناقص 1 ناقص جذر 3I نعم بفك الأقواس الجواني الواحد حيادة ما بيأثر إذا ما كتبناه زد زاد 1 ناقص جذر 3I فيه زد زاد 1 زاد جذر 3I كما ترون جميعاً كيف أقوم بتحليل كثيرة الحدود من الدرجة الثانية في C أنتقي لكثيرة حدود أخرى لدي كثيرة الحدود زد مربع زاد 2 زاد 2 بنفس الطريقة طلاب أقول لتحليل كثيرة الحدود نحل المعادلة زد مربع زاد 2 زاد 2 يساوي صفر كذلك الأمر رح نحلها بطريقة المميز دلتا دلتا يساوي بي مربع ناقص 4AC الاي هي أمثال التربية واحد البي أمثال الزد 2 السي الحد الثابت 2 فيكون الدلتا بي مربع ناقص 4AC 2 للتربية 4 ناقص 4 باي يعني بواحد بسي 2 4 ناقص 8 والتي تساوي ناقص 4 أصغر من الصفر جذر الناقص دلتا هو جذر الأربعة والتي تساوي 2 ويكون للمعادلة حلين عقديين مترافقين جذر الناقص دلتا هو جذر الأربعة والتي تساوي 2 ويكون للمعادلة حلين عقديين مترافقين الحل الأول هو نحفظ القانون جميعنا زد واحد هو ناقص بي زائد اي جذر الناقص دلتا على اثنين ا نعوض ناقص بي هي ناقص اثنين جذر الناقص دلتا هي اثنين في اي اثنين اي على اثنين وزع البصل على المقام ناقص اثنين على اثنين ناقص واحد زاد اثنين اي على اثنين زائد اي اذا ناقص واحد زائد اي زد اثنين ناقص بي ناقص اي جذر الناقص دلتا على اثنين ا أو منوخد زد 2 هو زد 1 مرافق اللي هو يناقص 1 ناقص i ثم نعوض بالشكل a بزد ناقص زد 1 بزد ناقص زد 2 إذن زد مربع زد 2 زد زاد 4 هو a بزد ناقص زد 1 بزد ناقص زد 2 ال a هو 1 زد ناقص زد 1 هو يناقص 1 زاد i بينقصين هاي الحالة برجع مفتح قوس الجديد زد ناقص زد 2 ناقص 1 ناقص i بدخل على القوس 1 بزد زاد 1 ناقص i فوق الأقواس الجوانية زد زاد 1 زاد i هكذا طلاب أحل الكثيرات الحدود من الدرجة الثانية في c أيضاً لدي كثيرة الحدود زد مكعب ناقص 1 نريد تحليل كثيرة الحدود زد مكعب ناقص 1 في الواقع لتحليل كثيرة حدود المعطات أرى أننا أمام متطابقة تكعيبي متطابقة تكعيبي كثير حدود من الدرجة الثالثة بدنا نحلل باعتبارها متطابقة تكعيبي فرق مكعبي عددين خلونا نتذكر a مكعب ناقص b مكعب ماذا تساوي تساوي a ناقص b b a مربع زاد a b زاد b مربع لذلك هذا باعتباره كثير حدود من الدرجة الثالثة نظرت له على أساس أنه متطابقة تكعيبي بتصير z للتكعيب ناقص واحد للتكعيب يعني ال a z وال b واحد بتصير z ناقص واحد b z مربع زاد z زاد واحد طبقت المتطابقة هنا أنا حللتها بس شو مطلوب مني مطلوب مني حللها إلى مضاريب من الدرجة الأولى أو إلى عوامل معناته بيبقى علي أن أحلل المقدار z مربع زاد z زاد واحد كيف أحلل المقدار z مربع زاد z زاد واحد كما تعلمت في تحليل كثيرات الحدود من الدرجة الثانية نحل معادلته لتحليل كثيرة الحدود z مربع زاد z زاد واحد يساوي الصفر نحل المعادلة z مربع زاد z زاد واحد يساوي الصفر عن طريق المميز دلتا عندي هون ال a واحد والB واحد والC واحد الدلتة هو بي مربع ناقص أربع AC واحد التربية واحد ناقص أربع بواحد بواحد واحد ناقص أربع ناقص ثلاثي أصغر من الصفر أنا عندي هون الدلتة سالبي طالما طلابنا الدلتة هون سالبي معناته من معادل حلين عقديين مترافقين جذر الناقص دلتة هو جذر ثلاثي إذن جذر الناقص دلتة هو جذر ثلاثي للمعادل حلين عقديين الزد واحد ناقص بي زائد آي جذر الناقص دلتة على اثنين أعوض ناقص بي هي ناقص واحد جذر الناقص دلتة هي جذر ثلاثي بآي جذر ثلاثي آي على اثنين وزع البسط على المقام تحصل على ناقص نص زائد جذر ثلاثي على اثنين آي وزد اثنين هو زد واحد مرافق اللي هو ناقص نص ناقص جذر ثلاثة على اثنين معناته الزد مربع زائد زد زائد واحد هو A بزد ناقص زد واحد بزد ناقص زد اثنين هذا القانون الآ واحد بزد ناقص يبدو انه انا هون ادخلت الناقص على القوس وكتبت النتيجة ناقص نص زائد جذر ثلاثة على اثنين كيف بتها تصير راح تصير ناقص نص طبعا ناقص ناقص زائد زائد نص ناقص جذر ثلاثة على اثنين اي نعم انا وضعت القوس ودخلت الناقص بشكل مباشر كما ترون كانت ناقص نص زائد جذر ثلاثة على اثنين اي دخلت الناقص صارت زائد نص ناقص جذر ثلاثة على اثنين اي وزد اثنين ناقص نص ناقص جذر ثلاثة ع 2i بيدخال الناقص صار زائد نص زائد جذر 3 ع 2i طلاب هلق تحليل الزد مربع زائد 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 واحد وهذه القوسين نعوض في عبارة الزد مكعب ناقص واحد هلق نعوض في عبارة الزد مكعب ناقص واحد تعنى الزد مكعب ناقص واحد هي زد ناقص واحد بدل كثير الحدود من الدرجة الثانية وضعت هذين المضروبين زد زائد نص ناقص جذر 3 ع 2i بزد زائد نص زائد جذر 3 ع 2i هكذا أحلل كثيرة الحدود من الدرجة الثالثة باعتبارها متطابقة تكعيبية A مكعب ناقص B مكعب هي A ناقص B بA مربع زائد A B زائد B مربع ونذكر أيضا بالمتطابقة التكعيبية اللي بتكون هي بتعبر عن مجموعة مكعبية عددين A مكعب زائد B مكعب هي من؟ هي A زائد B بي مربع الأول ناقص الأول بالتاني ناقص A B زائد B مربع راح أستخدمها في التمرين القادم A مكعب زائد B مكعب هي A زائد B بي A مربع ناقص A B زائد B مربع لو طالب مني حلل كثيرة الحدود الزد مكعب زائد 1 الزد مكعب زائد 1 طلاب راح اعتبرها هي المتطابقة التكعيبية لأنه هذا كثير حدود بالدرجة التالتي A مكعب زائد B مكعب وحفظنا أنها بتتحلل بالشكل A زائد B بي A مربع ناقص A B زائد B مربع السؤال الموجهة لكم طلاب الآن أريد أن أحلل الزد مكعب زائد 1 بناء على المتطابقة كيف أحلل الزد مكعب ناقص 1 بناء على هذه المتطابقة لو وجهت السؤال لزميلتنا يمنى حسن يمنى الزد مكعب زائد 1 كيف بتصير على المتطابقة يا يمنى أستاذ بتصير زد زائد 1 بزد مربع ناقص زد زائد 1 أحسنتي يمنى إذن منطبق عليها المتطابقة تصير زد زائد 1 بزد مربع ناقص زد زائد 1 هلق معناته باعتبار مطلوب مننا نحلل إلى جداء مضاريب من الدرجة الأولى نحلل الزد مربع ناقص زد زائد 1 وذلك بأن حل المعادلة زد مربع ناقص زد زائد 1 يساوي صفر عن طريق المميز دلتا دلتا يساوي بمربع ناقص 4 AC الـ A 1 الـ B ناقص 1 السي 1 واحد التربيع 1 ناقص 4 بواحد بواحد ناقص 3 أصغر من الصفر معناته للمعادلة حلين عقديين مترافقين جذر الناقص دلتا هو جذر الثلاتي الزد 1 شو هو قانون الزد 1 يا يمنى؟ ناقص B زائد I جذر دلتا على 2A جذر الناقص دلتا زائد I جذر الناقص دلتا على 2A إذن الزد 1 هو ناقص B زائد I جذر الناقص دلتا على 2A منعوض الناقص B هي 1 لأنه B ناقص 1 جذر الناقص دلتا جذر الثلاتي بI على 2 وزع البسط على المقام نص زائد جذر الثلاتي على 2A زد 2 هو زد 1 مرافق والتي تساوي انظروا نص ناقص جذر الثلاتي على 2A يكون الزد 1 هو نص ناقص جذر الثلاتي على 2A بعد ما عرفت الزد 1 وعرفت الزد 2 الآن أعوض بالشكل ما هو الشكل الذي يجب أن أعوض به يا يومنى لكي أعوض أو لكي أحلل الزد مربع ناقص زد زائد 1 ذاكرينه بالشكل يا يومنى A بزد ناقص زد 1 بزد ناقص زد 2 انظر زد مربع زاد زد زائد 1 هو A بزد ناقص زد 1 بزد ناقص زد 2 واحد به كذلك الأمر طلابنا دخلت الناقص على الأعداد ناقص نص ناقص جدر ثلاثة على اثنين بزد ناقص نص زائد جدر ثلاثة على اثنين هلق مضاريب الزد مربع زائد زائد واحد وين بعوضهم يعوضهم في عبارة الزد مكعب زائد واحد معناته بيصير معي الزد مكعب زائد واحد لاحظ زد مكعب زائد واحد هو زد زائد واحد ببدل زد مربع ناقص زد زائد واحد بنزل هدول اثنين زد ناقص نص ناقص جدر ثلاثة على اثنين مضروبي بزد ناقص نص زائد جدر ثلاثة على اثنين هكذا وحلل كثير الحدود من الدرجة الثالثة لأن انظر اليها على انه متطابقة تكعيبي ايضا طلاب لدي السؤال التالي وفق التقييم حلل في سي كثيرة الحدود كثيرة الحدود هي 8 زد مكعب زائد 125 انظر الكثيرة الحدود هي 8 زد مكعب زائد 125 نريد تحليل كثيرة الحدود هذه كثيرة حدود من الدرجة الثالثة انظر اليها على انها مجموع مكعبي عددين متطابقة تكعيبي مكعب زائد بي مكعب نفكها على اساس المتطابقة ا زائد بي بي ا مربع ناقص ا بي زائد بي مربع يعني 8 زد مكعب هي مكعب لمين وال125 هي مكعب لمين اقول 8 زد مكعب هي مكعب لتنين زد وال125 هي مكعب للخمسة معناة الاي هي اتنين زد والبي خمسة اذا انا بدي اطبق المتطابقة التكعيبية كيف بدها تصير معي بالمتطابقة التكعيبية يا رغد حسان نعم رغد بتصير اتنين ناقص اتنين زائد خمسة اتنين زائد خمسة بي اربعة اربعة زد مربع ناقص اتنين بي زد ناقص اتنين بي ناقص عشرة زد احسنتي زائد خمسة مربع يعني زائد خمسة وعشرين احسنتي رغد اذا منطبق عليها المتطابقة بتصير اتنين زد زائد خمسة بي مربع الاول ناقص الاول بالتاني زائد مربع الثاني اربعة زد مربع ناقص عشرة زد زائد خمسة وعشرين الآن نحلل المقدار أو كثيرة الحدود 4Z مربع ناقص 10Z زات 25 هاي شو هاي كثيرة حدود من الدرجة الثانية كيف بدنا نحللها وذلك ب نحلل هذا المقدار بأن نحل المعادري 4Z مربع ناقص 10Z زات 25 يساوي الصفر عن طريق المميز دلتا A 4 B ناقص 10 C 25 ذكريني بقانون الدلتا يا رغد بمربع ناقص 4C أحسنتي نطبق القانون بيد التربية 25 ناقص 4 ب 4 ب 25 100 عشرة التربية 100 4 ب 4 16 ضرب 25 400 100 ناقص 400 ناقص 300 أصغر من الصفر جذر الناقص دلتا جذر الناقص دلتا هو جذر 300 تحت الجذر 100 ضرب 3 يعني 10 جذر 3 للمعادلة حلين عقديين مترافقيا ذكرينه بقانون الحل الأول يا رغد زد 1 ماذا يساوي زد 1 زد 1 زد جذر الناقص دلتا A على 2A أحسنتي إذا ناقص B زد A جذر الناقص دلتا أو جذر الناقص دلتا A نفس الشيء على 2A منعوض ناقص B هي 10 جذر الناقص دلتا شوفوا طلاب أنا كتبت 10 جذر 3 10 جذر 3 وزع البسط على المقام 10 على 8 زد 10 جذر 3 A على 8 لعشر عتماني هي 5 على 4 ولعشر جذر 3 A على 8 هي 5 جذر 3 على 4 A زد 2 هو زد 1 مرافق والتي تساوي 5 على 4 ناقص 5 جذر 3 على 4 A وعوض نعم الأربعة زد مربع ناقص 10 زد زاد 25 بالقانون A بزد ناقص زد 1 بزد ناقص زد 2 شوفوا طلاب أنا عوضت الأعداد ودخلت الناقص على القوس بيصير عندي قديش الA أنا عندي هون الA هون 4 4 B زد ناقص زد 1 دخلت عليها القوس السالب أقصد ناقص 5 على 4 ناقص 5 جذر 3 على 4 A بزد ناقص زد 2 ناقص 5 على 4 زد 5 جذر 3 على 4 A هلق نعوض في عبارة مين 8 زد مكعب زد 125 8 زد مكعب زد 125 بتصير 4 هاي الأربعة الموجودة هون كتبتها في أقصى اليسار المضروب الأول 2 زد زد 5 بالمضروب الثاني هو زد ناقص 5 على 4 ناقص 5 جذر 3 على 4 A بالمضروب الثالث زد ناقص 5 على 4 زائد 5 جذر 3 على 4 A هكذا طلابنا أحل الكثيرات الحدود في مجموعة الأعداد العقدية بهذا نكون قد حلنا تدريب الموجود في الصفحة 80 من بحث الأعداد العقدي ترجمة نانسي قنقر